السلام عليكم يومكم جميل بإذن الله أتمنى لكم بكل الصحة والسعادة اللهم أمين هنعمل مع بعض النهاردة الكنز الخرافي اللي هو سيروم لبان الدكر لمراكز التجميل الهيلة اللي بيستخدموه في مراكز التجميل لو بتشوفوني على التكتوك أو الانستجرام أو الفيسبوك هتلاقيوا بقى الوصفة على قناتي باليوتيوب اسمها جانا بيوتي وأتمنى تشرفوني هتلاقيوا حاجات حلوة جدا ومفيدة للصحة والجمال وتعالوا نشوف المكونات بتقول ايه وحاجات بسيطة جدا جدا الاهتمام مش محتاج فلوس زي ما بقولكم الاهتمام مش محتاج فلوس كتير تعالوا نشوف هنعمل ايه احنا هنا هنحتاج منقوع لبان الدكر بنعمله ازاي هنعمله معلقتين كبار من لبان الدكر على مياه مغلية نص كوب مثلا هنسيبه اربعة وعشرين ساعة كده يكون المستخلص جاهز زي ما انتم شايفين بالشكل ده طب المكون التاني الرائع اللي هو البوتوكس الطبيعي بتاعنا الجاهز اللي على طول معانا جل بزر الكتان برضو بنحتاج معلقتين من بزر الكتان على كوباية مياه ويفضل يغلي تلات دقايق لحد ما يطلع الجل وبعد كده بنصفيه طيب ومعانا كمان جل الصبار تمام هنحتاج منه معلقة كبيرة من جل الصبار طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل السيرام ازاي وابجد بجده كينزة عندك ما تستغنيش عنه يفضل عندك طول يعني طول الوقت تهتمي ببشرتك من ابسط الحاجات اللي ممكن يعني تصلح لك بشرتك من ولا حاجة اخدنا هنا معلقة كبيرة من جل الصبار واخدنا عليهم كمان معلقة من منقوع لبان الدكر تمام والمية اللي هتبقى ممكن نحطها في مقعبات تلج ونمسح بها بشرتنا قبل ما نحط السيرام بالليل لحد ما تنشبها نغسل بشرتنا ونحط السيرام تمام طيب وهناخد معلقة من جل بزور الكتان ده ما فيش غنى عنه في كل الوصفات يعني اعتقد يعني اللي احنا بنعملها دايما موجود سواء للشعر او للبشرة هنحتاج هنا كمان كابسولة فيتامين اي الف تمام كابسولة فيتامين اي الف هقصها بس تمام وهنضيفها عليها كده معانا السيرام بجد اللي يعني اللي بيستخدموه مراكز التجميل اللي ممكن تشتريه غالي جدا معاجب ابسط المكونات هنقلبه كويس جدا بالشكل ده تمام ممكن اضيفه عليه معلقة صغيرة من زيت لبان الدكر لو عندنا ما عندناش خلاص اول منقوع قاين بالوجب خلاص طيب ده بقى بنستخدمه تحت العين عادي وبنستخدمه يوميا كل يوم عادي قبل ما بننام زي ما بقول لكم هستخدمه هجيب لبان الدكر كنت نحطينه مكعبات مثلا انا هضيف بس شوية من المنقوع لان حاسيت ان السيرام يعني تقيل شوية تمام بقى الميا دي بنحطها في مكعباته وقبل ما ننام نمشي على بشرتنا وتنشف تمام وبعدين بعد ما تنشف نخسله بالميا وثم بقى نعمل ايه هنضيف السيرام ده قبل النوم ونستخدمه يوميا بيبقى صالح لمدة شهر في التلاجة ما بيحصلوش اي حاجة هتحطيه بقى في علبة هتحطيه مثلا في ازازة زي دي كتا عندنا مثلا فيها قطارة تبقى اسهل يعني اسهلك من العلبة زي ما تحبيه بس هو هيقعد في التلاجة صلاحيته شهر هيل جدا بقى للخطوط الرفيعة للتجعيد تطريط البشرة بصي هيبقى بشرتك زي الاطفال الحفر اللي في البشرة الخطوط التعبيرية مليان اوميجا سري بجد بصوا جربوه تمام اتمنى الوصفة تكون عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وكومنت جميل ويا ريت لو لسا ما اشتركتش في القناة لحد الوقت يا ريت تشتركي في القناة وتعملي كومنت ولو بقلب صغير ما تنسيش اللايك وشاركوا الوصفة مع اصحابكم وحبيبكم واهلكم ودايما يعني جمال وحلوين اهتموا ببشرتكم حاجات بسيطة جدا ممكن تفتكروا ان هي حاجات بسيطة مش بتعمل حاجة بس بجد تصدقوني مع الاستمرار بتبقوا بني قدمة او تبقى بشرتك خيالية اتمنى الوصفة تكون عجبتكم وشكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة